طاجن بطارخ ومعاه بيد الصبيت شايفين شكله عامل ازاي كأنه ترطة تعالوا مع بعض جده نشوف شكله ويقالوا بعد نمتعه اول حاجة في طاجن البطارخ وبيد الصبيت شوفوا شكل البيد الاول انا معايا كم جرام من بيد الصبيت وهطلع برضو حوالي ربع كيلو من البطارخ وطبعا البطارخ يا جماعة بتتفرز وتحط فيلف ليزر ماينفحش نسيفها كده على العرض او نفكها تحت مية لازم ان تفك الوحيدها تمام بنروح على الجريلة هو ده الشكل اللي انا عايزه هو ده الجمال هي ده الروائع نروح نبدأ الحكاية من الاول كده بذكر الله والصلاة للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم اول حاجة بنعملها في البطارخ وبيد الصبيت بنشوحوا كده على البطارخ في حلة او في طاصة او على الجريلة المهم يا جماعة يتشوح وياخد اللون الحلو ده كده قبل ما نبدأ الشغل خالص يعني قبل ما نروح البطاجاز كده ونعمل الخالطة والصوص لا لازم نشوحه الاول ويطلع بالشكل والجمال والحلاوة دي ايه هي المكونات ايه هو الصوص لبيض ايه الحكاية وايه الرواية طاجن من احلى واجمل الطواجن فلفل الوان بنبدأ بفلفل الوان ناعم وتوم ومعايا الجزر وشبت وبقدونس وكصبرة والحاجات دي موجودة هنا الكصبرة وملأة الدجاج والكمون والفلفل اللبيض والملح تمام البهارات سهلة قوي لحد كده طبعا انا هنا شوحت البطارخ وبيض الصبيت وهروح بقى ايه طبعا عايزين تعملها سليمة ماشي والجبنة المجزر الله يا حبيبي يا جماله هنروح بقى نقطع ايه مثلا نمسك البطروخ الكبير نقطعه ومعانا الدقيق واللبن كل الخمد موجودة في كل مكان هنا انا قطعت البطارخ وقطعت البيض ومعايا بقى طاصة ومعا لاقت سمنة بلدي او زبدة نسيح الزبدة على النار بالشكل ده كده نروح اول حاجة نعملها ايه عايزكم كده برضو تحطوا لايك للفيديو وتذكروا الله معايا البصل وفلفل الالوان ولاخدر طبعا فلفل احمر واصفر واخدر حكاية وطبعا قيمة غزائية عالية ملهاش مثيل احنا هنا بنشوع الخلطة بسرعة كده ونبدأ نحط الايه التوم كله مع بعضه ياخد ريحة اهو قبل ما نعمل اي حاجة حطيت معلقة التوم اهو خلي بالكو انا ما اعطعتش الفيديو انا شغال زي ما انا هنا بقى عايز اقول على حاجة ينفع نحط بيد الصبيت الاول اهو يتشوح ونحط البطاريخ طيب انا لو مش عايز اشوحه على الجريلة او فطاسة فال يبقى نشوح كله مع بعضه بس نغيب شوية في التشويح اه حطينا البيض وحطينا البطاريخ مع الخلطة وشوحنا نحط البهارات الملح والكمون كل حاجة اهو كم جرام الملح والكمون والكصبرة والفلفل البيض حلو قوي عايزين تحطه شوية شطة اه ماشي اه ومع لقى دقيق حلو قوي كده حطينا الدقيق كله تجانس مع بعضه نروح نجيب اللبن بقى الموجود سواء اللي في الصبر ماركت او من عند اللبان او بلدي بقى اللبن لما يبقى طازة بتبقى تفرق كتير طبعا حطينا اللبن الدقيق هنا حيربط الصوص معايا ولو فيه كريمة لباني حطه اه مثلا نص كوباية كريمة لباني كده بشر الجزر بقى بعد الحاجة مستوت شوائية كده وخدت غلوة واتنين ونحط الخضرة بتعمل ريحة وتستعالي الجودة شبت وبقدونس وكصبرة مع بشر الجزر وفيل في للألوان لا 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 احنا هنا في عالم الخيال طاجن فخار هنحط الطاجن كله في يعني المكونات اللي معانا يعني في الطاجن البطارخ وبيض الصبيت خلي بالكو ينفع ندخل جنبالي وينفع ندخل سيبيا وينفع ندخل بلح بحر وجندفلي ولكن نوعين اللي معانا النهاردة هنشتغل بيهم وفي الأيام القادمة هنشرح بنعمل الجنبالي ازاي وهنشرح التفاصيل الحلوة دي بعد ما نحط في الطاجن نصلى عن نبي وبعد كده نحط الجبنة المتزللة الكيمياء اللي احنا عايزينها وما نكترش برضو عشان عايزين طعم بيض الصبيت والبطارخ مع الصوس يبان نلف الطاجن كده بشرايح برتقان ويندخلوا الفرن هيطلع أحلى وأجمل طاجن تجربوه إن شاء الله لو عجبكم بإذن الله هيعجبكم تقولولي رأيكم طبعا في التعليقات ولو الفيديو دلوقتي عجب حضراتكم حطوا لايك شو هيتفيل في الألوان فضلين مع أرنيفيل في الأخضر هنحطوا كده فوق الجبنة المتزللة عشان ما تحرقش معنا يعني بسهولة برضو هيده طعم شكل الله اللهم صال لا 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 لانا الطاجن ده ياخد نفسك تانية خالص يرجعنا شباب يا جماعة حطوا في البتجاز اللي عندك في الشواية وصلي على النبي وذكر الله كده معايا وطلع الطاجن بس بالله عليكم تشاركوا الفيديو ومتبخلوش علي باللايك قناتنا الحلو على اليوتيوب لازم يا جماعة لو بتشوفونا من عليها دلوقتي نشترك فيها ونفعل الجرس للكل ونروح بقى نشوف الطاجن الله هنا سأصمت قليلا شايفين شايفين معلقة يتاكل لوحده كده من غير رزه من غير عيش مع واحد صلط حلو لا تفرق كتير يا جماعة تظرونا في فيديوهات قديمة إن شاء الله بقى وحطوا لايك وشاركوا الفيديو ولولي رأيكم في التعليقات إلى أن ألقاكم دمتم فأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة